ما حكم من يقول في الدنيا تكفي يكفي لإجراء أحكام لا إله إلا الله النطق بها دون شروطها هذا كلام باطل كلام مخترع في الدنيا والآخرة لا إله إلا الله تقتضي إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه والاستقامة على ذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أما مجرد القول من غير استقامة فإنه لا ينفع